موسيقى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أنك أنت السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين إنه جواد كريم أرقام التواصل الموجودة معكم على الشاشة ونسعد بمداخلاتكم نفيد ونستفيد اليوم أقل في بعض برامج التواصل فشهدت صورة هذه الصورة أعجبتني والحدث هذا تغنت به دولة الإمارات من قريب وكان فخر لنا كلنا كمجتمع إماراتي قيادة وشعبا بل كل عربي يفخر أن يطلع معنا واحد من أبناء جلدتنا ويتكلم بألسنتنا قد اعتلى هذه الأرض وارتقى إلى السماء ذهب إلى الفضاء كلكم يعلم الحادثة الشهيرة هذه التي افتخرنا فيها وكلنا عز وفخر فيها الأستاذ الكبير حقيقة في أعيننا في نفوسنا في قلوبنا هزاع المنصوري الحدث صار له سبوع يمكن أو أكثر مادري نسيت لكن أنا اللي شد انتباهي حاجة جديدة اليوم شفتها يمكن واحد يقول لي فيصل نزيل سالف قديم من ذات خلاص احتفلنا وخلصنا الرجل بيرجع بعد كم يوم لا أنا اليوم حاجة جديدة اللي فتت انتباهي هذه الحاجة قلت أنا اليوم إلا أني أخصص حلقة البرنامج في هذا الموضوع وأدغدغ فيه بعض القلوب لعلنا نفيق شوي من بعض السبات اللي اتخذها البعض لعلنا نصحة من بعض الغفلات اللي سلك طريقها البعض للأسف الشديد من باب التطور ومن باب الانفتاح ومن باب أني أنا خلاص يعني دارس برع متعلم برع وجهني كلامه لهجته ستايله لبسه حركات حلق هني سلاسل من هني لين هني ربطات ويلبس لبس غريب وعجيب ما ما قدر أمثل أكثر انت فاهمين قصدي هزاع المنصور يفاجأ الناس اليوم بصوره وهو في الفضاء لا بسكندورة حد يسميها طربوش حد يسميها فروخة اللي هذي ومتعصم مباغة تروعقال لا لا متعصم اليوم المنصوري متعصم العصامة هذه شفتوها تعرفوا اليوم الريال يتعصم تعصم بالطريق هذه وين في الفضاء في الفضاء فوق اللي بجنبه انقليزو أجانب وناس عباقرة واصلين لها من مكانتهم هزاع ليش تبي لبست اليوم وخالفت العرف الدولي وخالفت النظام ويمكن أنت يعني حرجتنا يا هزاع لابس كندورة وطربوش وغترة يعني انت تعرف اليوم يعني الناس قلها تلبس بدلات وكرفتات يعني يعني اللي يلبسوه الناس اللي هم واصلين لكن غترة وكندورة أنا أقول الله يبيض وجهك يا هزاع الله يرفع قدرك هزاع استطاع من خلال هذه الصورة أن يعطينا اليوم درس لكل إنسان يظن أن العلم يحول بينه وبين دينه بينه وبين وطنيته بينه وبين أعرافه وعاداته وتقاليده وتقاليده ولبسه وزيه وألفاظه وكلامه وهيئته واستايله وكل شي هزاع تعلم ودرس وين وصل والحبيب في السماء لا بسكندورة وغترة هزاع يبغي يقول لك يا أستاذ أنت مسلم عربي وصيل عندك عادات عندك تقاليد عندك هوية اعتز فيها وارفع راسك فوق اعتز فيها يا أخي الكريم ارفع راسك فوق لا تتردد لا تتردد ولا ياخذك شيء من الحياء احنا أمة عظيمة احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم احنا عرب احنا يحسب لنا ألف حساب في تحت قبة السماء احنا ناس لنا وزننا احنا ناس كنا نسود الدنيا ونأمر وننهي والغلبة لنا ضعثنا وسنعود ونرجع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستعود لعهدها و لقوتها و لمكانتها ما راح يبقى هذا الضعف اللي أنت تشوفه اليوم على طول لا 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 هذه فترة إن شاء الله ننتعش من جديد يعطونا حقنا إيمانية دينية وعظية تجعلنا نقف من جديد على قدمنا ونسود الدنيا هذه العلم لا يحول بينك وبين أن أنت سانت تكون تستحي أنك تظهر هويتك هالزعب جنبك كلهم أجانب ونقليز وغيره والعالم كله يشوف ما قال أنا لا خلني ألبس مثلهم ما أبغي أخالفهم ما أبغي لبس وإعتزب هويته وفتخرنا وفرحنا فيه ليش اليوم البعض يروح يدرس بس شوي يأخذ الأربع سنوات بس برع أي من هناك يتكلم شوي عربي ويدخل مع اللهجة العربية اللغة العربية كلمتين إنجليزيات على أساس أنه ها فلان شو يعني ما أبغي شي يقولون يعني أولنا يعني هو يعني كلاحس يعني تذيف فخم شو الساد يعيد الله يسلمك شوقف شو يعني شوقف يعني أولنا يعني هو متحضر أنه خريج برع أنت يوم تشوفوا يجلس معاك المجلس يتكلم مثل هالكلام يعني تعرف هم وترى أنا أصلا إنجليزي فل وإني أنا شوي عندي عربي وعندي إنجليزي أدخل جدي سليقة تغنى أنا ما أتعمد بس شو سوي يعني تعرف أنت أنا ليش ليش الأفلام كلها وليش هالعفزك كلها ليش المكان اللي تحتاج تتكلم في إنجليزي أهلا وسهلا أنت جارس في مجتمع في مجلس في مكتب في عند إخوانك لهم عرب ليش بالطريقة هذه يعني تجعل هويتك متزعزعة هويتك مضطربة ليش ليش أنت جالس في البلد تروح تجيني من هناك من برع قصات وشعرك وربطات وحالتك حاله وجوتي وبنطلون وذي كيف مشقوق ليش ما الذي يجعلك أن أنت يعني تنسلخ من هويتك وتترك هويتك شو المغزى شو الفكرة من الذي قال لك أن أنت تعتبر إنسان لا أنا هزع كبر في عيني اليوم أضعاف ما كان كبير لما رأيته في الطريقة هذه يا رجل في المركبة الفضائية في المركبة الفضائية ورجل لا بس هذا اللبس احذر كل الحذر أنك تنسلخ عن هويتك الإسلامية وهويتك الوطنية أنت أنت يا أخي الكريم إنسان لك قدر لك وزن لك اللي يحسب لك ألف حساب المجتمعات دنيا الأرض العلم تعلم ووصل لأرقى مستويات العلوم خذ من ثقافاتهم ما شئت بل أسبقهم وفقهم بثقافاتهم هذا حزاع أخذ من ثقافاتهم ومن خبراتهم ومن مكانتهم وارتع وراح راح الله مبارك صعد للسماء لكن هويتي ما بتنازل عنها ما بتنازل عنها أنا متأكد أن اللي معه يعني انصدموا من موقفه نشوفوا هذا كيف يبغي يوصل رسالة للعالم أني أنا مسلم عربي لابس هذه فوق اليوم وين البعض وين اليوم البعض يسافر شوي بعض الدول يعني مستحيل تشوفه برع تقول هذا مستحيل عربي صابغ شعراء أصفار وسبايكي كذي رافع الشعار وحالته حالة جدا تتفاجأ معاه في المطعم يتكلم ايه تكلم عربي رجل خليجي السلام عليك كيف حال من وين ما شاء دولة خليجية وين هويتك وين عزك وين ليش وين يجعلك أنت بالطريقة هذه تترك هويتك ليش بنخلدون له كلمة يقول الشعوب مولعة بتقليد الغالب كل شعوب الدنيا دائما تحب أن تقلد الأنسان الغالب الأنسان اللي هو يسود الدنيا المجتمعات الدول العسكر القيادات هذه المجتمعات اللي سايدة كل العالم اللي حولها تقلدها في اللبس في الهيئة في الماكل في المشرب ليش ليش احنا هذا الشي فينا ليش احنا نعيش في مجتمع الحمد لله رب العالمين شفنا شيوخنا وشفنا عبائنا وشفنا أعمامتنا وشفنا أهلنا وشفنا كل من يعيش معنا علمونا السنع والمراجلة الطيبة والعلوم الغانمة والكرم والضيافة وشو لنا وشو علينا والحمد لله رب العالمين حافظين عليه إذا أنا وأنت وأبني وأبنك وبنتي وبنتك وزوجتي وزوجتك واختي واختك كل واحد فينا بدأ شوي شوي يعني يتراجع عن التمسك بهذه الهوية الأجهال القادمة شو رح يكون وضعها ساعات لما أنا أدخل معارض التراث هذه تقام بين فترة وفترة معارض التراث تروح تزورهم مثلا في القرية العالمية تدخل هناك في مكان خاص لتراث شوف الشيبان يالسين اللي يفعل يسوي لك هذا الليخ مع البحار اللي يالسي يسوي لك السرود السرود اللي هو هذا اللي يفرشونه من خوص النخل يفرشوه دائري ويجري يحطون عليها الأكل ويسوي لك اللي يكلم كب هذا من خوص النخل هذا الغطى اللي يغطون فيه الأكل والله والله أنا أقول في نفسي أقول هذه الأشياء أخشى أن يأتي يوم الأيام تندهي تندثر وما يطبقها أحد وما يمارس أحد هذا الشيبان الله يبارك في أعمارهم باتر يغادرون هذه الدنيا من يتمسك بهذه الهوية الوطنية؟ من يتمسك بتراث البلد وعاداته وتقاليده؟ هذا الكبار الشباب الآن لا ماسك تيلفونه وكعشق الحبيب يتمشى ليس فاضي الأشياء هذه شافه نعمة وشافه خير احنا ما نقول لك الحين روح أفتح لك محل وبيع لك خوص نخل أو سوي لك شدي لا أقل ما فيه يخي لهجتك كلامك هيئتك ملبسك أقالك جلستك سنعك علومك نخوتك رجولتك نشامتك ليش هذا كله يبدأ شوي 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 احنا اليوم لما نشوف بعض الأخوات أو بعض الأخوة لما يقلدون الغرب في كل ملابسهم في مأكلهم في مشربهم في هيئتهم هل هذا منظر طيب هل هذا منظر نرتضي البنت لما تروح تقص شعرها مثل الصبيان مثل الشباب تقص شعرها كامل ما في شعر مكسوص مثل الأولاد ليش تقليد أعمل الغرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لَتَتَّبِعَنَّ لَتَتَّبِعُنَّ السنة نَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حُذْوَ الْقِذَّةِ بِالْقِذَّةِ وَلَوْ أَنَّهُمْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنَ لَدَخَلْتُمُوهُ يعني بنتبعهم بالصح والغلط هذا وضعنا اليوم جاء في حديث مع أن في سنده بعض الكلام يقول صلى الله عليه وسلم لا تكون إِمَّعَة إِمَّعَة شو يعني إِمَّعَة؟ مع الناس شو الناس سوت حين وراهم شو الناس كله وكله شو لبسوا يلا لبسوا تذكروا جد فترة طلعت موضة هذه البناطلين المنسولة هذه شو هذا أنا والله أنا مش قادر أتخيل معقولة يعني أن هذه موضة معقولة أن هذه الوضع طبيعي ولكن أنا في شي تقليد تقليد يعني للغرب بطريقة مخيفة جدا معقولة أنت إنسان للدرهجة ما صار لك كيان تختار فيه وتميز فيه هواياتك ميولاتك رغباتك صرت أبدا تمشي مثل الأعمى يقودونك يمين يسار يسار ما قولنا نحن نوصل لهذه المرحلة نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحن أمة المليار نحن لما كان هارون الرشيد هارون الرشيد كان يقول كان يجلس في مجلسه وينظر للسماء للغيم ينظر للغيم والغيم يمشي يقول له يقول للغيم ويتكلم معه يقول اذهبي أين شئتي فإن خراجك يعود إلي يا غيم روحي وين ما بتروحين روحي المطر اللي بينزل منك والعشب والخضار والأكل اللي بينبت من هذا المطر اللي عقيتي خراج هذا يسمونه خراج الأرض فإن خراجك يعود إلي يعني وين ما بتروحين أنا أملك هذه الدنيا كلها أنا أملكها روح روحي مطري وين ما تبغي تم طري هذا كله لي بيرجع لي أنا اللي بستفيد منا نحن أمه عظيمة نحن أمه لنا كيان نحن أمه لو نقرأ التاريخ ونقرأ منزلتنا ونقرأ كياننا ونقرأ نحن شوه لا يمكن أن نوصل لمرحلة مثل هذه هي عقل أن نوصل لمرحلة أن الرجل يختار بنفسه أنه ينسل ملابسه بانطلونة ويتمشى في مول أو يجلس في مقهى باختياره الشخصي إن الله وإن الله يراجع أنا مصدوم مصدوم صدمة ما بعدها صدمة ليش فلان موضع هذا لما يقول لك لا تكون إم معه هذا لما قال صلى الله عليه وسلم لا تكون إم معه شوف عله والناس فعلت شوف وين صار وين دخل ودخلت وراهم يلا يلا كيان أحين كل الناس جي أحين تأتي أحيانا تنصح بعض الأخوات بعض الأخوة يا أخي لا تسوجد كل الناس تذي يسوون حين يد علينا يعني شو المشكلة كل البنات تذي يلبسون أختي ليش تذي لابسه عبا قصيرة ما يصير العبا لازم تكون طويلة تنزل تحت كل البنات تذي هذا هو هذا هو لما نقول لح تكونوا إم معه لا تكون مع الناس كن مع الحق كن مع الدليل كن مع الشرع قال الله قال الرسول إحنا ناس يحكمنا دين تحكمنا عداد تقاليد أعراف سنع علوما طيبة ورمسة غانمة مبنى جسم نتبع كل نائق ينعق وكل شي طلع لنا في الدنيا يلا وراه ليش خلونا نسأل أنفسنا شوي إذا يتابعني بعض الأخوات كم كم موديل بالسنة يطلع كم موديل بما يخص العبي كم أشكال غريبة وأجيبة ليه موضة موضة تبع غير تبع غير كل يوم موضة يديدة يلا روح المحل فصل الموضة اليديدة فصل البعض بس تقاليد شو الناس سووا وسووا مثلهم ليش نحن بالطريقة هنا نحن لدينا هو هوية أنت بنت تلبسي عباة سادة ساتر من فوق راسك لين ريولتك ما تتغير عباة المره المسلمة تغير هذا عباة المره المسلمة مو بعباة المره المسلمة كل يوم شكل وكل يوم موديل يوم فراشة يوم خفاش يوم مفتوحة يوم سكرة يوم ضيقة من هنا يوم وسيعة من هنا يوم على الجدف يوم يوم حزمة يوم خصرة يوم من نصف الساق من عنده ركب لين تحت شفافة من فوق ليش لما تتزعزع الهوية عند الإنسان المسلم ما عنده ثقة بنفسه وما عنده ثقة بكيانه ما عنده ثقة بدينه ومجتمعه هو لي خليه يسو جديد شو لي خليه الإنسان يصل لهذه المرحلة ما فيه هوية لا ما فيه اعتزاز بالهوية ما فيه فخر بالهوية هو اللي وصلنا للمواصيل هذه من قريب كنا نشوفه شيخ محمد بن زايد يمشي مع بناته صغار بناته صغار لابسين مخور وعذي لابسين لبس مخور شايفين لبس مخور هذا اللي يلبسون للحريم الكبار بنات صغار لماذا لا نقتديبهم هذا سنع طيب لماذا لا نقتديبهم نتعلم منهم هذا السنع لماذا بناتنا اليوم يطنعون بالطريقة هذه متكشفات ومترس روصات من فوق الانتح لماذا لا نقتدي يا أخي ما تبغي تقتدي بالدين اقتدي بعرافك دولتك بشيوخك لما يعلمونا السنع هذا من نشوف عيالهم بالطريقة هذه أدب وحشمة وستر وفضل لكن احنا لا نأبة احنا ما نبغي هذا لا احنا نبغي أي شيء يقودنا للانسلاخ من الحياة ومن الدين ويقودنا لأننا نكون أمة وضيعة احنا نفعلها أما شيء يجعلنا احنا أمة عظيمة وما لنا كيان لا لا ما نبغي ما نبغي للأسف الشديد يا إخوة يا كرام هذه الأشياء لابد أن تدرس من جديد ولابد أن يعاد النظر معها من جديد ولابد أن نقف معها وقفة حازمة وقفة جد وقفة جد يا إخوة يا كرام يعني ما أقوله إنسان سوي يطلع يختار من نفسه يطلع يروح عند ربعة يلبس مليون ربطة من هنا لين هنا خواتهم في الأصحاب كلها خاتم هنا وخاتم هنا وخاتم هنا وخاتم هنا وخاتم هنا وخاتم هنا هو بنفسه لا تطور الوضع أحكام أنا أبغي أتكلم وحاط من ضمن الكلام اللي راح أتكلمه أحكام لبس الخاتم لكن أنا اللي أبغي أقول إن إحنا وصلنا لمرحلة الخاتم أزرار سلاسل حلق هنا يخابق خشمة خابق شفايفة على طرف عادي ولا كأنه في شي عادي عادي يطلع عند الناس في المول يسبب الكوفي عادي يقلد مغني يقلد لعب كرة يقلد ممثل ليش هذا الممثل صاحب شخصية جميل وسيم كمال أجسام خراص شو هو يسوي شو هو يلبس إحنا معاه وراه الله عز وجل يسأل الإنسان يوم القيامة من تشبه بقومهم فهو منهم موجود الإنسان يقلد هذول الناس بالأخضر واليابس شو سويت معهم يحشر المرء مع من أحب يحشر المرء مع من أحب أنت لما تحب هذول دعاة الباطل وأصحاب الميولات السيئة والشذوذ الفكري والعقدي والمنهجي والأخلاقي أنت تحشر معاهم القيامة المرء مع من أحب من ولي قال هالكلام محمد صلى الله عليه وسلم فإحنا ليش اليوم نسلك مثل هذا الطريق لا يا أخي أنا أعتز بهويتي أنا بروح وبدرس وبدرس معاك وبرجع أنا هو فيصل ما يغير بشي ما يأثر بشي أعتز بهذا الشي أعتز وأفخر فيه بدون أي تردد هزاع اليوم لبس هذا اللبس ما قال بشو يقولون عني هاي لربعي شو هذا جاي من الصحراء جاي من الصحراء راكب جمل ليش؟ لأن هذه المفاهيم اللي تشاع اليوم ضد المجتمعات العربية أن هذو العرب متحجرين لابسين بشت وحطين غترة حطين غترة جذيه وراكبين جمل وغجر وما عندهم علم وما عندهم ثقافة وعقولهم متحجرة وما يفهمونه هذا اللي نشوفه اليوم هذا اللي نسمع عنه اليوم لكن الحقيقة خلاف ذلك تماما الكلام ذو شجون لكن فاصل يا أخوة يا كرام ونعود إليكم من جديد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما إنك أنت السميع العليم أتوقع يكفي باللي ذكرناه بما يخص الانتماء والوطنية وأتمنى أن نراجح حساباتنا ونقف وقفه بعدم تقليل الغرب بما يخص لبسي وأكلي وين روح ويني لهجتي كلامي هيئتي شكلي تحليقتي يكفي يا أخوة يكفي روح تعلم تخذ منهم ثقافتهم ارتقي عنهم خذ عنهم العلوم طبق ومفع بلدك لا أحد يمنعك شيء طيب الله يبيض وجهك لكن أعزك وشرفك وهويتك ومكانتك وكيانك مسلم عربي ما لا علاقة بالموضوع أبدا ما لا علاقة هذا الشيء وهذا الشيء تماما بعض اليوم بس يعني طلعت عنكم الباصل وفتحت أنا كاتب تغريدة بما يخص الموضوع اليوم بما يخص الزع المنصوري وحد كاتب شخص بس إذا قالوا عندك مقابلة تلفزيونية اليوم على الطول يروح يدور مكان يشتر فيه كرفته وبدله ليش طهيب شوء علاقة الشيء يعني بس كندوره وغطرة عادة يروح في البعض ما أدري ليش عنده فكرة أن أي شيء فيه يعني تقدم له أي شيء فيه تطور له أي شيء فيه يعني أنه يرفع من مكانته لازم يربط فيه شيء يعني غربي عادة لبس ما لا علاقة خلق طبيعي جدا ولا كأنه في شيء صار ولا كأنه في شيء صار الحمد لله الدين ما يمنع الإنسان والهوية ما تمنع الإنسان أن يمارس حياته بكل مكان وين ما يروح بالأمس حطوا فيديو بنت سعودية أظنها ما شاء الله ما أخذها من أقوى الدرجات من أقوى الشهادات وجالسة حاضر في آلاف من البشر في برع أظن في أمريكا لابس حجاب شرعي أباع الراس ومنقبة وقفازات وزلاغ وقفة فوق تشرح على المنصة لم يكن يوم الأيام عاق لبسها أن ترتقي وتصل لأعلى الدرجات وتصل لأعلى الشهادات لم يكن هذا عائق أمامها أبدا يا أخوات يا أخوة ما نبغي نخلط هذا الشيء وهذا الشيء هذا الشيء وهذا الشيء نعمة الله إذا الله عز وجل أعطى الإنسان نعمة وأعطاه شيء من المال وأعطاه شيء من الخير إن الله يحب كما جاء في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على العبد جاء رجل الأحوص يروي حديث عن أبيه أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ففي ثوب دون رأاه في ثوب دون يعني الثوب اللي أبصرنا تعبان مش عكلة مقطع حالته حالة يعني إذا تجهد مسكين فقير هذا ما محصل أكل ياكل من زود من هيئته يعني كانت رثة تعبانة جدا فأسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك مال عندك فلوس عندك مال قال نعم وشو من المال عندك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما مالك يعني شو عندك من المال قال عندي من الرقيق والعبيد والأبل والغنم والبغال فقال يعني أنت عندك كل هذا قد أتاك الله عز وجل هذا كله فإذا أتاك الله عز وجل هذه النعمة فليرى فليرى نعمته عليك فليرى أثر نعمته عليك عندك هذا كله الخير كله ويا يتذيب الثياب حالته حالة ليش أنا ليش أقول هذا الكلام حتى ما يفهم من كلامنا أننا نحن رجعيين وأننا نريد الناس فقط يجلسون في المساجد يبكونوا يقرون قرآن وأننا نحن لا نريد الناس تستمتع في دنياها وأننا نحن لا نريد الناس تنظر للغير لا نريد الناس تتحجر وتلس في بيتها وتحت زريبة غنم وتأكل وتشرب وتروح الدوام وترقد أنا لم أقلت هذا الكلام ولا أقصد بهذا الكلام يا أخي ألبس ألبس وتزين وتجمل وتعطر وتطيب واطلع عند الناس بأفضل هيئة لكن وفق الضوابط الشرعية وفق الحلال والحرام وفق العادات والعراف والتقاليد والسرع والهوية الوطنية لا تخالفها هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرى أثر نعمته عليك يعني لما الرجل يطلع اليوم بره على البيت يلبس لها ساعة أنا حين أنا تقولون عني بعدنا لا بس ساعة ولا بس خاتم لا بس لا بس خلي شيء لا بس بق نعمة الله اللي الله عز وجل أعطاها لي أنا أريد أن أطلعها للناس وأما بنعمة ربك فحدث حدث الناس بنعمة الله عز وجل اللي أعطاها لك إن الله كما جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا يا رسول الله يعني إذا الإنسان لبس العال والعال هذا يتعبان فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال يحب أن يرى أن يحب أن يرى نعله حسن وثوبه حسن وملبسه حسن الله جميل هذا هو الجمال الله جميل بما أعطاك الله من نعمة ثوبك طيب نعالك وانت بكرامة طيب نظيف هيئتك طيبة هندامك طيب هذه نعمة الأظهرها لا يعني هذا أني أظهر نعمة الله أني أقع بمحاضيره بلبسي يعني في محاضر شرعي أصلاً الإنسان يلبسها هل هناك محاضير إذا الإنسان لبسها يقع بمحاضير شرعية نعم بعض الناس تحصله جالس في مول في مقهى لابس شورت لابس شورت منطلع فخضة فلان يعني فضيحة لابس جديلة يدي عادي يتمشى في المول عنده زوجته مثلاً أبناء عنده لابس نعال زنوبة وأنتم بكرامة و لابس شورت و قميص و حركات شعرة و زوجته معاه تمشي بحرمة بحشيمتها بعباتها لماذا تري لا تدري أنت هذا الشورت هذا كم قيمته هذا ماركة يعني لما نقول أنه أنت لما نقول لك اظهر نعمة الله مو معنات أنك تلبس شورت وتطلع في المول ليش لأن هذا المول غالي ترى أنت قلت لي أني طلع نعمة الله أنا طلعت نعمة الله اشتريت هذا الشورت هذا جيمته 300 درهم 500 درهم لا أنت خالفت الدين خالفت العرف خالفت العادات خالفت التقاليد ألبس و تزين لكن وفقه حدود شرع الله عز وجل الفخذ عورة مسألة محل خلاف هناك من يقول فخذ عورة هناك من يقول فخذ ليس بعورة الفخذ عورة و الصحيح أن الفخذ عورة ما يجوز للإنسان يطلع عند الناس يطلع في خوضة عيب يا أخوه إذا ما يحكمنا دين يا أخي خالت حكمنا العادات التقاليد العراف عيب يستحي الإنسان يطلع بره عند الناس يطلع في خوضة يعني كيف أنت يوم تجلس العلماء يقولون عند أبنائك عيب أن تتجلس بالطريقة هذه إن لم تستحي فاصمع ما شئت يعني جاءت بعض الآثار حتى الإنسان لما يدخل غرفة نومة لا يتعرى تماماً نتيجة مشه في غرفة هم متعري قيل لماذا؟ قال يا أخي استحي من نظر الله إليك جاء أثر عن عيسى عليه السلام وقال إن استطعت أن تحفظ عورتك من الأرض ففعل عورتك احفظها من الأرض الله عزيز ينظر إليك بعض الناس بطريقة يتخل غرفة نومة خلال باب مكفوض تعري يحوط يخلص أشغالك وهم تعري استحي من نظر الله الله ينظر إليك حتى في غرفة نومة كيفية أنت بتشدد علينا؟ لا يا جماعة حياء يبقى بالإنسان يصونه يمنعه أن يقترف مثل هذه الأشياء فالإنسان يا أخي جميلاً يتحلى بالحياء والحياء كله خير كلما الإنسان سواء كان رجل أو مرأة كلما تخلقوا بالحياء كلما كان لهم قتر كلما كان لهم وزن في المجتمعات وكلما الكثير يحسب لك ألف حساب كيف الإنسان يجلس في مجلس في بيته عند ربعة في قهوة مطلع فخضة أو مطلع مثلاً كتوفة لابس قميس كت وجالس جالس في المقهى يدوخ أرقيلة طلع فخضة ورافع رجلة فوق الكرسي كذلك يعني عادي رجل على رجل طلع فخضة يا أخي خلي خلي حكمنا الحياء نستحي أن الإنسان يفعل كذا احترام الناس وتقديم تقديس الناس وتقديس المجتمعات والعادات والتقاليد أمر مطلوب كان بعض السلف يستحي أن يمد رجله إلى بيت الإمام أحمد هذا الرجل يسكن في بغداد وين الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى أحمد بن حنبل هذا عنده بيت ساكن في نفس المنطقة كان إذا جلس في بيته هذا الشخص يستحي أن يمد رجله لوجه بيت الإمام أحمد يا رجل هذا في بيته وهذا في بيته والبيوت الله علم يعلم بينهم بيوت ثانية في منطقة في الفريج يستحي أن يمد رجله في وجه بيت الإمام أحمد لماذا؟ قيل لما؟ قال إجلالا للعلم الذي في صدر الإنسان الذي يعيش فيه هذا البيت أستحي أن يمد رجله في وجه بيته هو ليس موجود هو يارس في بيته الإمام أحمد قال أنا أستحي والله كيف أمد رجلي لبيت الإمام أحمد احتراما للعلم لمنزلة الإمام أحمد ما يمد رجلة في وجه الإمام أحمد لوجه بيت الإمام أحمد احتراما له احنا وين اليوم نجلس في مجلس طلع فخوضا مطلع كل شيء ورجلة يرافع عنها فوقه يعني الحياء واحترام الآخرين لابد أن يضبط سلوكياتنا يضبط ملابسنا يضبط هيئتنا يضبط جلوسنا الواحد أحيانا نجلس في مجلس أريد أن أمد رجلي ليس بوجه أحد لكن أريد أن أمد رجلي نستأذنهم اسمحوا لي يا جماعة بمد ريولي شوي ركبتي يتعورني أو رجلي يتعورني اسمحوا لي بمد ريولي شوي أخذ راحتك أخذ راحتك تفضل لماذا أنا أستأذنهم لأن هذه عرافنا وعداتنا وتقاليدنا تقول أيب إنسان يجلس في مجلس يمد رجلي بوجه الناس استأذن الناس يحترمونك لما تستأذنهم في شيء مثل هذا لكن نحن اليوم لا هذه الهوية هذه هوية الإنسان هذه هي عادات التقاليد الإنسان التي نطالب أن الإنسان يتمسك فيها ألبس وتزين وكشخ أنا أقول لك قد ما تقدر وأنت كذلك ألبسي وكشخي وتزيني لكن وفقه حدود شرع الله ومتطلعين برع في المولاة وفي الدوائر الحكومية كاشخة ولابسة وطن صبغ ما شاء الله على الوجه فيصل قال أن الله جميل يحب الجمال أنا سمعته على الشاشة فيصل قال ألبسي وتزيني أنا قلت لكن قلت ألبسي وتزيني في محظر النساء عند النساء عند زوجك عند أرحامك أموت أبوك أخوانك خواتك خلاطك أماتك أعمامك في مجلس في حفلة في صالة في مكان يعني يجوز للمرأة أن تخرج زينتها وتتزين للنساء لكن المرأة تطلع برع متزينة ليش إن الله جميل يحب الجمال أنتو قلتو أنا ما قلت أنتو قلتو إن الله جميل يحب الجمال والله طن صبغ صبتنا في القوية تطلع برع في لأنه ليش ما يجوز التبرج حرام لا أنا ما ليش عمل بالرجال أنا ثوجي حق نفسي كيف يعني حق نفسي كيف يعني حق نفسي الله عزيزي يقول وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ الله نه المرأة تخرج زينتها إلا لي لزوجها وأرحمها ومن يعيش معها ما تطلع زينتها لأحد لا لا والله العظيم أني أنا ما قصدت أني أروي أحد أنا هاي زينة لنفسي أحب هك شخ ما يجوز زين حرام ما في فايدة ما في فايدة سيبش ما تتكلم شو ما تقول ما في فايدة إذن إحنا نقول مرأة ألبسي وخرجي زينتك وتمتعي في أباح الله لك وفق حدود الله تجد اليوم بعض الرجال ما عنده مشكلة عادي أنه يلبس سلاسل من ذهب يلبس خاتل من ذهب ها يلبس حلق هنا ذهب عادي عنده النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث أنه وضع في يده اليمين الحرير وفي يده الشمال الذهب ثم قال إنها هذين حرام على رجال أمتي على ذكور أمتي حرام على ذكور أمتي هذا حرام حرام أن الرجل يلبس ذهب وليلبس حرير ما يجوز هذا محرم في الدين لماذا اليوم البعض تريد ساهل يلبس عادي عنده خاتم ذهب يلبس سلسال ذهب المرة هذا يجوز للنساء أن تلبس هذا اللبس ما يجوز للرجل الرجل يجوز ليلبس حرير في مواضع معينة ذكرها أهل العلم جاء رجل في حضرة النبي السلام رجل عنده مشكلة في جلده فرخص صلى الله النبي السلام أن يلبس الحرير بعض الملابس العادية يعني تسبب حساسية وتسبب شيء واحتكاكات بالجل تضرب الإنسان الحرير ناعم فملمسة على الجسم على الجسد ما يشعر فيه الإنسان ما يشعر يعني لطيف على قولة على الجسم فرخص صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ذلك لكن غير شديدة ما يجوز يا أخوة الأكرام ما يصلح اليوم مو بس قضية قضية ذهب الذهب قد أنا وأنت وغيري نتفق على أن ما يصلح وما يجوز أن الإنسان يلبسه اليوم بعض الرجال أصلا عادي عنده يلبس سلاسل سلسلة من فضة أنت رجل ما يريد تتشبه بالنساء هذا حلي النساء الحرمة هي التي تلبسه سلسال مو بالرجل يلبس سلسال اليوم في بعض المجتمعات العربية ما أبغي أسمي عادي عندهم منها الرجل لابس سلسلة فلان ليه؟ هدية من خطيبتي فلان عشق فيها الحبيب عادي عنده هدية شو هدية؟ خطيبتك اللي هي زوجتك مش خطيبتك يعني لا اللي هي زوجتك خطيبتك أعطتك هدية خلت أعطيك هدية تليق بمقامك بكونك رجل أنت رجل تعطيك قلام تعطيك خاتم تعطيك ساعة تعطيك فلسلة مربوط فيها معلك فيها حرف شو شنو في عنا النعم لا تدوم هنا رجال أنت رجل يتصب بالفحولة والذكورية الحقيقية ما يكون إنسان مايع ما يليق أن الإنسان يكون مايع حاط له حاط له سلسلة في رقبته ويطلع ويروح عند الناس ويجيوا عادي عنده سلسلة ليش طيب يا أخوة لازم نفهم هذه الأشياء لازم نعرف أنه ما نكون بس والله تعلمنا في مجتمع عشنا في مجتمع شفنا من يعيش معنا يربطون سلاسل ما في شيء فيصل الله يريدك تشدد ما تتشدد أهل العلمي من نعوم ذلك لأن هذا فيه تشبه بالنساء وتشبه بالغرب والكفرة نحن أمه مسلمة التي يلبس سلسلة لدينا الحرمة التي تلبس سلسلة يا رأي لم يلبس سلسلة ما تلبس سلسلة إيه يلبس سلسلة يلبس حيل شغاب ما يصلح بعض الشباب اليوم هذه هي يلبس حيول هذه السويرات هذه السلاسلة ربطاتها 빨 length هنا مركة أعضي مركة ما وماركب لنا؟ جوتي ما هو شاكر الله يشوف هنا شركة أنا لم أعرف برزاجة وهذه المركات لا بس حبيب كاشا عايب بالعكس يطلع يطلع عند الناس ما يليق هذا ما يليق بالرجل عموما ما يليق البعض يلبس أساور قال لك للعلاج هذا إذا ثبت فعلا أنها يعني يتداوى بها إذا الأطباء قالوا أن هذه فعلا فيها الدواء حطوا فيها مغناطيس ما عشي حطوا فيها فهل العلم يجيزون ذلك لكن لا البعض تطور بعض شو يلبس هذه يقول لك لا هذه أنا يومي حطه بينك بيدي حسيت أني أنا إنسان سعيد وإني أنا الطاقات السلبية كلها راحت من جسمي وإني أنا أشوف الحياة صرت سعيد هذه تجيب لي طاقات إيجابية وتطرد عني الأشياء السلبية معتقدات وثنية للأسف يمارسها بعد بعض الشباب اللي يعيشون معنا هذه معتقدات وثنية أنه والله هذه الربطات أنه هذا ما در شو تتيب لي طاقات سلبية وإيجابية وتخليني وتطرد عني كل شيء سلبي يا رجل قف مع نفسك نحتاج أن نصحح مفاهيم ونعيد من جديد نعلم الناس نعيد من جديد نعلم الناس التوحيد توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات هذه عقاد وثنية هندوسية نحن ناس مسلمين ما تعتقد لي أنه خيط بديك الغالي؟ خيط بديك والله هذا يطرد عنك الأشياء السلبية وين؟ هذا كان غير صحيح أصلا حتى علماء الفيزياء والطب وغير أنكروا علماء الثقات أهل الطب والأشياء أنكروا هذا أشياء في حياته عندنا معاصي و ذنوب هي لتجعل الإنسان عايش في حياة نكد و مليئة بالهموم و الغموم انتهى رفع القلم فاصل يا أخوة و نواصل الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام و على عشرة في الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين في الفاصل سأتكلم مع الأخوة الشباب يقولون لا الحين مو بس قضية يعني اليوم اللي هو مفروض يكون رجل اللي هم أصحاب كمال أجسام هذول هم اليوم يدخلون بطلات حاطين حلق لا حول أخوة أنت مفروض الرجولة تكون فيك أكثر وأكثر عن غيرك غيرك اللي هو مسكين ضعيف حالة حالة يعني ما نعذره لكن أنت اللي على أساس كمال أجسام و لك مكانتك و لك جسمك و لك قوتك حاط حلق طالع عند الناس على منصة تعرض عضلاتك و حاط حلق تتشبه بالنساء يا رجل اذكر الله هذا يعني شي تناقض يعني بين هيئتك جسمك و شكلك و وقوفك و مشتك و بين هالحلق المعلق في ذنك هذا لما نقول نحن شو لما الرسول الله يقول لا تكون إمعا في الحديث و الخبر لا تكون إمعا بسبب هذا الشي أن هناك فعلا الناس يشو ليس سويت هذه سمع أو شاف صورة لأحد الأبطال العالميين اللي برع سويت هذه راح قلده على طول مباشرة دين يقول حرام حلال لا لا يهم المهم أن فلان البطل لبس هذا اللبس أنا بسوي مثله نعمة الله عز وجل يا أخوة كرام مظهروها و لبسه و تزينه لكن وفق الضوابط الشرعية أنا تكلمت عن ما يخص السلاسل و تكلمت عن ما يخص بعض الأشياء الآن أتكلم عن النعال و أنتوا بكرامة يجوز للإنسان يلبسه نعال غالية نعال رخيصة نعال أمر واسع أنك تلبس نعال يعني تليق بك غالية جميل الإنسان يكون يعني نعله حسن كما جاء في الحديث أن الله يحب أن يرى إلى العبد و ثوبه حسن و نعله حسن نعالك نظيف تطلع فيه عند الناس و تروح تجي و من السنة أنك أول ما تلبس النعال تلبس باليمين أن تلبس باليمين و تخلع النعال بالشمال تبدأ بالشمال لما تنزع النعال و كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من حديث عائشة النبي عليه السلام كان يحب التيامن في شأنه كله و في تنعله و في ترجله و في شأنه كله هكذا جاء الحديث كيف يعني ترجله سؤال موجه لكم أنتم يا أخوة شو يعني ترجله ها الترجل أيش يعني لا 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 كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في ترجله و في تنعاله شو يعني الترجل الترجل هو تمشط شعر أنا جالس أترجل يعني أمشط شعري كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدأ بطرف اليمين لما يمشط شعره يعني اليوم الأخوات الأخوة رجال الشباب أي حد يبغي تمشت أنت كأخذ بتمشت شعرك أبدي باليمين لماذا أجر أبدي باليمين واحتسبي الأجر عند الله أنه طبيق سنة للنبي صلى الله عليه وسلم أنت مأجوره شوفوا هذا الدين مأجملة حتى تمشيط الشعر فيه أجر إذا الإنسان طبق السنة كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذا الشيء يلبس كذا بأحيانا تحصل إنسان انقطع عاله تحصل يمشي بنعال وحده هذا نهاي عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقص واحد خلاص عقل ثاني يمشي حافي ولا تمشي لنلابس معه الواحد هنا نعم جاء في حديث نهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن إذا نقول مثلا الأرض حارة لا يمكن يمشي يحرق واحدة أو يحرق اثنين خليه يحرق واحدة يا رجل لا يحرق الاثنين يمشي يمشي حالة فيه المسألة هذه أمر فيها واسع والحمد لله رب العالمين أما التختم يا أخوة الكرام فهو جائز يجوزا للإنسان يلبس قاتل ما في حرج سنة العلماء يقولون سنة لما نحتاج إليه كيف سنة لما يحتاج إليه أنا احتاجت الخاتم هذا سويت فيه هنا شعار أو ختم أختم فيه هنا نقول لك يجوز لك أنت طبقت سنة لكن ما يقال لكل أحد اللبس خاتم يقول أنت مطبق السنة لكن هو مباح هو من المباحات الحمد لله رب العنسان يلبس الخاتم زين الخاتم وين يلبس يلبس باليمنى ولا باليسرى ثبت في الآثار أنه يجوز لكل بس يا باليمين يا باليسرى يجوز ما في حرج زين يجوز أن يلبس الخاتم هنا هذا الصبع هذي اللي هي السبابة هاي يسمونه هاي شو يسمها خنصر يسمونه البونصر هذي الوسطى هذي السبابة وهذي الإبهام هذي شو يسمونه السبابة السبابة يعني يقولون يعني أنت يمكنت تسب أو شيء أو تغلط على أحد أو تأشر على أحد صبعك هذا بس ويك برا ويك بالصبع هذا فلذلك يقال يعني أنه سميت لذلك يجوز أنك تلبس الخاتم هنا في هذا الصبع للرجال ما يجوز جاء فيه نهي يجوز أنك تلبسه هنا في الإبهام كذلك ما يجوز جاء فيه نهي ويجوز أنك تلبسه في الفسطى لا ما يجوز يجوز أنك تلبسه يا بالخنصر اللي هو هذا الصبع يا أنك تلبسه بالبونصر هذو الأثنين خنصر بونصر يا هذا يا هذا يجوز أنك تلبسه يمين يسار ما في حراج الأمر واسع والحمد لله تجد بعض الأسهويين يلبسون خواتهم الخاتم ما فيه خرزة هنا ما فيه حجر تحصل بليته ألمنيوم سادة قطعت ألمنيوم سادة لما تقترب تشوف هذا الخاتم داخله نقوشات كيف نقوشات؟ تحصل فيه مربعات وكل مربع من هالمربعات الصغار داخله حرف هذا الحرف مقلوب يعني مثلا حرف الإي مقلوب حرف العين مقلوب العين تحت والعصاء هذه اللفة فوق أشياء غريبة وعجيبة تجد داخل الخاتم داخل الخاتم من داخل مش من بره من داخل الخاتم نفس الشي يشوف نقوش وحروف وامور غريبة هذه تعاويد هذه تعاويد وامور شركية هذه تجدها أكثر شي عند الجالية الأسيوية أنت الحين تسمعني صحي يوم بتصلي باتر انتبه شوي لبعض من يصلي عندك بعد الصلاة شوي لابس خاتم بالطريقة هذه حط عينك بتشوف الخاتم هذا كله مليان طلاسم وتعاويد إذا مسكته فلان شو هذا ملد داخل البلاد يعطي مطوع من البلاد ما أعطنا هذا الخاتم ليش ما أعطنا؟ قال هذا الحمد لله الحين هذا أنا لابس الخاتم أنا بخير ما عندي أمراضهم وموري طيبة وحياتي ما شي أفضل يعتقدون للأسف الشديد أن هذه الخواتم تدفع الضر وتمنع العين وتسهل أموره وتمنع عندك الأمراض والأوباء وأي شيء وأحد فيه حمى فيه شيء ولد صغير يرجع واحد قال يا ابو يا ابو عند المطوع خلوا يلبسوا الخاتم خلاص وقف عنها الأزواء إذا رجعت في سقطة بيرجع لك الأزواء اعتقادات فاسدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك من تعلق تميمة فقد أشرك ومن تعلق بشيء وكل إليه كما جاء في الحديث فما يجوزان يعلق تمائم برضهم يربطون هنا سلاسل أسيويين خيط هذا الخيط في قطعة ألمنيو مربوطة داخلها شو؟ ورقة ورقة تبطلها كلها طلاس يعني تقدونك إذا شليتها عنها بيقع بالضرر وبتتبهدل حياته هذا الكلام غير صحيح وأتمنى أننا كنا نتناصح نشوف هذون ننصحهم يا أستاذ هذا ميجوز هذا حرام هذا كذا بالطريق هذه نحن نكون دعاة خير للناس قلنا أن السنة في الترجل إنسان يبدأ بيمينه يرجل بيمينه لكن أين المشكلة؟ المشكلة البعض لا يقدر يرجل أصلاً ليش؟ الحبيب قص شعره كامل من الطرف هنا كله يسمونه القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى ولد صغير قص شعره من الأطراف مخلينه من فوق فقال الله صلى الله عليه وسلم إما أن تحلقه كله إما أن تتركه كله يا أنك تترك شارك كله مثل ما هو يا أن أنت تحلقه كله لكن أنا عاملي هذه القصة المارينز يسمونها لا أحد ما الأول يسمونها المارينز جير الطيبين على قولتهم بعدين طلعت لهم مسميات ثانية هذه ما تجوز هذا ما يليق بالرجل يقلد الغرب يقلد الممثلين والفنانين والمغنين سوي هذه القصات وحط سبايكي يموقف شعره وطن جل حطنا فوق عشان يتم شعره ثابت ليش؟ موديل ستايل لا يا أخي الكريم لا يا أخي الكريم أرجوك أترك هذه العادة هذه العادة أتركها أرجوك يعني احتز ب هويتك احتز بجمالك شعرك خلقه طبيعي تحلق طبيعي أما تحلق بعضها وتخلي بعضها لا وهذا تجد بالذات عند الأطفال صغار يا أنا مطولين شعرهم تكلمت في سبوع اللطاف يا أنا مطولين شعرهم وحركات الولد أو أنه كيوت جميل يا أنا مقصين شعره بالطريقة هذه خلوا الشعر طبيعي يا جماعة أما بالطريقة هذه لا طيب نتكلم شيء آخر بما يخص الشعر واللحية اللحية سنة نكتع فيها تتركها تربيها سنة نبوية النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحة أطلقوا اللحة أرخوا اللحة خالفوا المجوس خالفوا المشركين اعفوا اللحة وخفوا الشوارب حفوا الشارب رسول الله ينادي حديث نبوية تنادي المشايخ ينادون من 1500 سنة رسول الله ميد لا يسمع الكلام إلا ما رحمه الله لما طلعت هذه السنة يطبقها بعض الغرب صارت سنة لما بعض الغرب أطلق لحيته صارت سنة كل حد اليوم طلب من ربي يلحي ليش؟ موديل طيب رسول الله يتكلم من سنين يا جماعة الخير كتب السنة تنادي والعلماء ينادون السنة أعفاء اللحية ماه لما الغرب قالوا سنة الكل ركض وراهم للأسف الشديد طيب يجوز أن يصبغ لحيتي يجوز يجوز يعني المسألة محل خلاف كبير بيهن العلم جاءت حديث عن غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد المسألة فيها خلاف طويل حديثي لكن ثبتت آثار وأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصبغون لحاهم كانوا يصبغون لحاهم والأمر جائز الحمد لله اليوم تحصل بعض الشباب رسول الله يقول غيروا هذا الشيء من السنة أن الإنسان يصبغ لحيته ويتشبب لكن متى ما يجوز متى ما يجوز إنسان يصبغ لحيته إذا رايح يخطب رايح يتزوج الحبيب يدق بيت الناس هو أصلا لحيته بيضة يروح يصبغ ويتزاقرة على ساس أنه بعد شاب صغير يدخل حق البنت يصبغ هي يوم تشوفها نظر شرعية وقال شاب لحيته سودة مرتبة لا تدري المسكين الحبيب تويه من الحلاق دق أنه صبغ ويكبرها هذا تدليس وغش للناس لا بد أن تكون واضح وصريح صريح أنا لحيته يريد أن فيها بياض أنا فيها بياض أنا فيها بياض أما تصبغ تتزين تتفاجأ بيك فيك بعدين في ليلة الدخلة في الزواج معمروا الوقت شهر في الآن لحيته بدأت بيض يتورط الحبي سأمره ما يزمع لا تدلس على الناس هذا غش العلماء يقولون هني في هالحالة ما يجوز لك تصبغ أو إذا صبغت تقولهم ترى أنا يا جماعة خير ترى لحيته هني بيض هني بيض فيها بياض أنا الآن صابغ بلس فيهم يعينكم غير تذيلة هذه من الأمور يعني اللي لابد أن يفهمها الإنسان علماء يقولون يستحب أكثر للرجل أن يصبغ لحيته متى في الحروب لما يروح في الحروب يدخل حروب الغزوات يصبغ لحيته عشان العدو يهابة يمشوه شباب هذول صغار لحيهم سود مش لحيهم بيض شواب كحيانين يلا يلا يدوب عاد تسمعونا الشواب لكي تسمعونا عسى ربي يحفظكم ويبارك فيكم جميعا يبارك في أعمارنا جميعا توقع أن الوقت انتهى ولازم نحن ننهي أصل الله عز وجل بمنه وفضله وجوده وكرمه يا أخوة كرام أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلني وياكم هدات خير مفاتيح خير مغالي قشر وأن يجعلنا فعلا حقيقة نعتز بهويتنا ونعتز بمكانتنا ونعتز بمنزلتنا بين الأمم نحن أمة عظيمة اخوة اقرأوا التاريخ اقرأوا التاريخ اقرأوا السنة اقرأوا عز الإسلام ومكانة العرب العرب جابوا الأرض هذه بكبرها طوها طوي كانت لهم المكنة والعزة لكن ضعفنا بذنوبنا وسيئاتنا وصلنا إلى هذه المرحلة لكن بإذن الله وبقدرة قدير سنصب بإذن الله ونعتلي أعلى الدرجات سبحانك اللهم وحمدك اشهدوا على الله إلا أنت استغرق اتوبوا واتوبوا إليك شوفكم على خير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة